اشتركوا في القناة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أخل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حنالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَلَنْصَابُ وَلَذَّامُ لِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدن منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدن ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سهلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يكفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عذل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن ناثمين إن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أذنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا ييتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريت والنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ما ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا وحيت إلى الحواريين أنا منوبي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من كوزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أنا قول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما ذمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لما أخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي لمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلر أينكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون 107. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 118. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 119. ومن أظلم ممن افتنى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون 110. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 111. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 112. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 113. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوه وفي آذانهم موقرا 114. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 115. حتى إذا جاءوا كيجادلونك يقول الذين كفروا 116. إن هذا إلا أساطير الأولين 117. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون 118. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 119. بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 110. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 111. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا 112. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 113. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا 114. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 115. ألا ساء ما يزرون 116. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولو 117. وللدار الآخرة خير للذين يتقون 118. أفلا تعقلون 119. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 119. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 111. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأنذوا حتى أتاهم نصرنا 112. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 111. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية 112. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 113. فلا تكونن من الجاهلين 114. صدق الله العظيم 114. صدق الله العظيم اشتركوا في القناة